في اطار مواصلة الجهود الامنية لمكافحة جرائم الترويج العملات الافتراضية والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي والاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي فقد تمكنت الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي من عنصرين بالجيزة تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية والاجهزة المستخدمة في تخليقها ونجحت الإدارة في ضبط المعدات وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تخليق وتعدين العملات الافتراضية وبلغت القيمة المالية لنشاطهم الإجرامي 100 ألف دولار أمريكي وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت الإدارة من ضبط أربعة تشكيلات عصابية بقنا والغربية والشرقية والجيزة قاموا بالاستلاء على 53 مليون ونصف المليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية متفق عليها لأنهم امتنوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها كما تمكنت الإدارة من ضبط 6 قضايا إدجار غير مشروع في النقد الأجنبي بالجيزة وقنا وجنوب سيناء وأسيط والبحيرة والدقاهلية والغربية بإجمال مبالغ مالية بلغت 22 مليون و600 ألف جنيه واستمرار للجهود المبذولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت مدرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة والدعاء عمله بالخارج والنصب على المواطنين من خلال قيمه بإنشاء موقع إلكتروني يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات ويتلقى ثمنها من ضحاياه كما يدعي مرضه أنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية ويتلقى تبرعات وتبين أن حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي بلغ 6 مليون جنيه مدرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي عناصره يحملون جنسية إحدى الدول لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي والاستلاء على أموالهم بإهامهم بحيازتهم لأموال ويرغبون في إرسالها إلى داخل البلاد بإقصد استثمارها وحين يقوم المجن عليهم بالتفاعل مع ذلك الإسلوب الاحتيالي عقب إيهامهم بحصولهم على نسبة مالية يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية لتسيل إرسال تلك الشحنات إليهم كرسوم إدارية ومصاريف شحن بينما يقوم أحدهم بفتح حسابات بالبنوك وتلقي تلك المبالغ وتقسيمها فيما بين أفراد التشكيل العصابي وفي إطار مكافحة جرائم الفساد الوظيفي تمكنت مدرية أمن سهاج من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بسهاج استغل موقعه الوظيفي وقام باختلاس مبلغ مالية من عهدته بلغت مليون ومئة وخمسين ألف جنيها والتي تمثل قيمة الشهادات الصحية المستخرجة للمواطنين من الإدارة الصحية محل عمله وكذلك قيامه بالتلاع في إصالات وقسائم التوريد عهدته والاستلاء على قيمة تلك الشهادات لنفسه دون توريدها لخزينة الإدارة الصحية مما أضر بالمال العام